ويدي بتخبركن؟ أم علاوي وين هاليوم؟ ما لها حس؟ ويدي هاشو؟ هذا باس برع يوزح الهدايا البلاش فقلت أخذ منهم حقي وحقهم يامو انتي شليتي حق الفريج كله ويدي هاذي طاسة؟ أوووو، ليكون بيا حلوة؟ يا حافظ، حلوة في هذا الطاسة الغاوية هاي الطاسة خالية voz مش مكتوب أوه هذي دعوة ويدي حتى الدعاوي قام يحطونهم في طويس ليكون دايين أليج مو بدعوة دعوة دعوة يعني وشو عادة هالفينفينيشن هذي دعوة من القافلة الوردية التابعة لأصدقاء مرضى السرطان لزيارة الباص الخاص بالحملة للحصول على كشف مجاني كشف مجاني؟ على شو يا ميه؟ معي هم المهم مجاني يعني فري أوه أكيد دكتورة السلام عليكم دكتورة وعليكم السلام والرحمة كيف ممكن أساعدكم؟ نحن حابين نستفسر عن هذا الباص شو موضوعه؟ هذي عيادة طبية متنقلة مهمتها التنقل في مناطق الدولة للكشف المبكر عن سرطان الثدي انف انف عوذ بالله منها الطاري قوموا نروح عن التعاتق لا يم سعيد لا مرض السرطان ليس مرض معدي هم سعيد صخي فشلتينه؟ تدرون أنه بسبب الكشف المبكر تصل نسبة الشفاء إلى 95% في بداياته؟ دكتورة 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 في مجال نفحص الحين؟ انف يرى منقود لا وجدام كل هلواد مبعد صد ما تستحين يا معلاوي ام خماص ام سلوم قوموا نروح لحظة لحظة يا ام سعيد لدينا غرف مغلقة وسرائر بينهم حواجز فيها العياذة المتنقلة لا تحاتين ام سعيد ليش كل محرجة ليش؟ خلي الدكتورة تكمل فشلتونه شوفوا هاي هي الممرضة اللي بتستقبلكم اللي اخذ البيانات اللازمة تقابل المرأة الطبيبة المختصة والتي سوف ترشدها لنوعية الكشف المناسب لها هناك ثلاث انواع للكشف المبكر فحص السريري والماموغرام والاشعة الصوتية وبعد ذلك نبلغها بالنتيجة خلال اسبوع سارعوا للحصول على الكشف المبكر قبل فوات الاوان ايه ولا ترماشة توس اشتركوا في القناة شكرا